اليوم نقف عند محطة جديدة هي محطة كرة القدم هذه اللعبة التي لم تعد لعبة فقط لنما دخلت فيها أشياء كثيرة جدا وحييك دكتور أمجد وحيي السادة المشاهدين لعبة كرة القدم لعبة شعبية لعبة يعني محبوبة لدى الجميع كأصل التشريع ما بيها إشكال شرعي كلعبة يشترك فيها فريقين بالعكس هي رياضة بالعكس هي تذهب اتجاه الجسم القوي والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف صحة الجسم وما إلى ذلك قد تأتي الحرمة أو الإشكالات مما يداخلها يعني ذا اللعبة بيها ربا يعني يضعون أموال شوان شغلة الريسيز أموال هذا الفريق له هذا الفريق يربح مراهنات مراهنات هذا يصير حرام حرام مو لعبة الكرة القدم حرام هي هاي المراهنات على اللعبة حرام قد تستثمر اللعبة في موضوع كشف العورات تعرف سوها لعبة للنساء والنساء يلبسن كذا ومنس شنو أيضا هاي بها شكال وحرمة قد تؤدي إلى التنازع والاقتتال بين مشجعي أرسنال وليفربول قبل أيامنا هسه كل مرشلونة وريال مرشلونة وريال التعصب يعني والطلبة بالنسبة للدور العراقي هذا التعصب وهاي الكراهية غير محمودة ومرفوضة أما هي كلعبة فلا إشكالة فيها طبعا بيها جوانب إيجابية تعلم العيش كفريق أو التعاون أو كذا إذا أديرت بشكل جيد وقد تستخدم في موضوع الدعوة يعني أنا أذكر بالتسعة وسبعين أو الثانية وثمانين سوينا دورة الاثنعش مسجد في منطقة الشعب شباب المساجد وصار تعارف وكذا فرق شعبية مسجدية فرق شعبية على مستوى المناطق والمساجد شيء طيب مؤخرا جماعة الكرخ بالدورة أيضا شيخ حازم أيضا سوى دورة 16 مسجد لطيفة لطيفة الشباب يتعارفون بعد انتهاء الفائز يأخذ كؤوس يعني شيء لطيف شيء لطيف هذا يؤدي إلى التقارب بين أفراد المجتمع والترابط عكس فكرة الكراهية اللي تكلمنا عليها فهي شيء جيد حتى على مستوى الدول يعني الدورة الأخيرة مع الكأس العالم اللي حدثت في قطر يعني أتصور استثمرتها الحكومة القطرية في إيصال بعض الرسائل شكرا